موسيقى هو صد صوت المواطن الذي يخضع لسياسات اقتصادية بتلا يتحمل أعباءها صد صوت يطالب بتعديل أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية ومعالجة رفع الأسعار ضمن إجراءات وخطط سياسية من قبل الحكومة ليصبح تأثير المجتمع المدني فاعل ومباشر على المستويين المحلي والوطني إمكان الحكومة القيام بتعويض السلع الأساسية من خلال رفع أسعار السلع الكمالية بالنسبة والمثل وهذا يشكل إجراء جدي وحقيقي وعاجل إضافة لتجديد الرقابة فيما له علاقة بالاستيراد غير مباشر وكذلك الرقابة على التهرب الضريبي الذي يحتاج ويتطلب إجراءات حكومية عاجلة وجدية في هذا المجال المشروع الذي بدأ أعماله بتشكيل لجنة استشارية ومختصة تم نشره عبر وسائل الإعلام الجديد حيث تم إطلاق صفحة تواصل اجتماعي خاصة به لإشراك أكبر عدد من شرائح المجتمع وحشد رأي عام قادر للوصول إلى التغيير ونشر الثقافة المسائلة والشفافية لخلق نظام تفاعلي من خلال تقديم عريضة تحدد قائمة السلع والأسعار فكرة المشروع ظهرت نتيجة رؤيتنا لمعاناة المواطن الفلسطيني يعني ظهرت ارتفاع الأسعار بعاني منها جميع المواطنين وبالتالي أصبح على عاتقنا إحنا كمؤسسة فلسطينية تهتم بهاي الأمور إنها تعمل مشروع لتقديم حلول وآليات وتوصيات للحكومة عشان إننا من خلالها إنحد من هذه الظاهرة ربنا شباب لآليات نشر هذه العريضة بشكل استراتيجي يعني في عنا البرنامج الإداعي في عنا حلقات تلفزيونية في عنا الصحف في عنا الصحافة الأونلاين كيف إحنا نستثمرها من خلال شبابنا من خلال المدورين من خلال شبكة العلاقات اللي عنا إحنا بس نبعث هذا الرابط ونستفعل معه صدى مواطنون لخفض الأسعار حملة نجحت بخفض مراحلها الأولى التي تمثلت بتشكيل لجانا مختصة وإنجاز العريضة وتنفيذها وهي تهدف بالدرجة الأولى إلى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطن الفلسطيني وإيجاد حل اقتصادي مجدي لتخفض الأسعار لتلفزيون القدس لما أبو هلال رام الله أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com ادخلوا الآن إلى mail.alqds.com email القدس الإيميل العربي الجديد ترجمة نانسي قنقر